السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثالث إن شاء الله اليوم رح نبدأ بدرس جديد من دروس العلوم بعنوان البرمائيات الآن يا ثالث أنا تركت درس الأسماك رح أشرح البرمائيات ونرجع نشرح درس الأسماك الآن يا ثالث حكينا أن العلماء صنفوا الحيوانات للمجموعات بدأنا بأول مجموعة الثديات بعدها الطيور بعدين الزواحف اليوم رح نأخذ المجموعة الرابعة اسمها البرمائيات ونرجع نأخذ الدرس الخامس الأسماك الآن يا ريت يا أمي تكتب اليوم والتاريخ عراس الصفحة الاثنين ثلاث خمسة لألفين وواحد وعشرين ميلادي الآن في طالب بحكي لي يا ميس شو معنى البرمائيات يعني شو برمائيات هاي الاسم الآن يا ثالث انتبه للإسم البرمائيات البرمائيات مكون من كلمتين يعني بحكيينا في حيوانات بتقدر تعيش على البر يعني اليابسة وبتقدر تعيش بالماء عشان هيك جمعوهن بكلمة واحدة اسمها البرمائيات يعني حيوانات لديها القدرة على العيش على البر أو اليابسة وفي الماء مثل مين مثل الضفدع الآن رح نتعرف لخصائص البرمائيات البرمائيات اللي بتقدر تعيش وين حكينا على البر وفي الماء الآن يا ثالث نطلع على الصور الموجودة بعنا لاحظ الصورة الأولى ماذا تشاهد يا ثالث ضفدع الآن نطلع يا ثالث على الضفدع هالضفدع كبير الضفدع كامل له أربع أطراف أربعة أطراف هاي بيستخدمها الأطراف في القفز طيب يا أمي حكينا الضفدع بيقدر يعيش في الماء وبيقدر يعيش في البر انت دائما وين بتلاقيه لازم يكون حوالين الماء يعني بعيش بالماء وبالبر دائما يا ثالث جلده رطب لأنه بعيش بالماء جلده رطب أيضا حكينا له أربع أطراف لاحظ أنه الطرفان الخلفيان هذول اللي ورا أطول من الأماميات عشان يقدر يقفز طيب نشوف الصورة الثانية يا ثالث هاي في عنا ضفدع حون لاحظ يا أمي طلع المي مظبوط هاي كلها بيوض الضفدع بيوض الضفدع إذن كيف يتكاثر الضفدع يا ثالث بتكاثر بالبيض إذن الضفدع بتكاثر بالبيض هاي كلها البيوض للضفدع وراح كمان شوي أعطيكم كيف بكبر الضفدع كيف دورة حياته مراحل حياته إذن يا ثالث كيف يتكاثر الضفدع حكينا بالبيض الآن نقرأ هون تحاورت سمكة صغيرة يوما مع ضفدع يعني صار حوار بين سمكة وضفدع فقالت أنا بيتي البحر الكبير فردت ضفدع الصغير قائلا إذا كان لديك بيت واحد يعني فأنا لي بيتان هما البر والماء يعني أنا بقدر أعيش بالبر وبقدر أعيش بالماء وأنتمي إلى مجموعة البرمائيات فهل تعرفين صفاتي؟ شاءكم نطلع الصفات من الصور اللي شرحناهم أول صفة إنه بتكاثر بالبيض البرمائيات بإيش تتكاثر يا ثالث مثل الضفدع بالبيض تاني شغلة شو حكينا جلدها؟ جلدها رطب طيب كمان صفة شرحناها كم طرف إلها؟ إلها أربعة أطراف هل هي متثاوية الأطراف؟ لا يمس الأطراف الخلفية أطول من الأطراف الأمامية عشان يقدر يقفز أطراف الخلفية أطول من الأمامية طيب فيه إنه مجموعة من الأسئلة نقرأهم مع المس واحد كيف يتكاثر الضفدع يا ثالث؟ يلا بطلوا على الصورة ذكروا أحسنتم بالبيض يتكاثر الضفدع بالبيض طيب كم عدد أطراف الضفدع؟ هاي الإيدين اللي بنشوفهم والإجلين بنسميهم أطراف أطراف كم عددها يا ثالث؟ أحسنتم أربع أطراف وهل هي متساوية؟ لا ليست متساوية لأن الأطراف الخلفية أطول من الأطراف الأمامية هل جلد الضفدع جاف أم رطب؟ إذنه بعيش بالماء يا ثالث وبعيش على البر دائما معظم حياته بين الماء واليابسة إذن جلده إيش رح يكون يا ثالث؟ جلده رح يكون رطب رطب لأنه بعيش بالماء وبعيش على اليابسة إذن هيك يا ثالث أجبنا على الأسئلة ياريت تجاوبوهم عندكو على الكتاب كمان هون يا ثالث الخصائص هاي حكيتلكو ضروري تحفظوها حفظ رح أرجع أقرأهم أنا وإياكم مرة ثانية من خصائص البرمائيات حكينا البرمائيات هي الحيوانات اللي بتقدر تعيش على البر وفي الماء أول شغلة لها جلده رطب لأنها بتعيش بالماء تتكاثر بالبيض لها أربعة أطراف زي ما شفنا بالصورة الطرفان الخلفيان منها أطول من الطرفين الأمامية هيك يا ثالث تعرفنا للخصائص الرئيسية للبرمائيات الآن في عنا الحيوان اللي أخذناه اسمه الضفدع فيه دورة حياة يعني مراحل حياته رح نقرأ القصة الآتية ونروح نشوف مراحل حياته بالتفصيل هاي الضفدع بدي يحكي لنا قصة حياته شو بيحكي؟ يلا نستمع لقصة الضفدع يا ثالث مع المس أنا ضفدع صغير هاي بحكي لنا أنا ضفدع صغير أعيش في الماء وعلى اليابسة بدأت قصتي عندما وضعت أمي البيضة في الماء يعني بداية القصة لما أمه حطت البيضات في الماء هاي بيض إذ كنت أنا وإخوتي داخله وإن كان هو وإخوانه هذا الضفدع داخل البيض وبعد أيام فقص فخرجنا منه ولكني حينئذ لم أكن أشبه والدي فقد كان لي ذيل وليس لي أرجل شوفوا قصة حياة الضفدع إذن أمه حطت أول إشي بيض في الماء كانت أول مرحلة بعدين فقص البيض بس فقص طلع منه حيوان لا يشبه والديه ضفدع صغير بس ما بيشبه والديه عشان هيك كان إله ذيل وليس لي أرجل وكانوا يسمونني أبو ذنيبة وعندما كبرت نمت أرجلي الأمامية والخلفية وبدأ ذيلي بالاختفاء ثم أصبحت ضفدعا كبيرا يستطيع القفز الآن هاي القصة بنا نشوفها يا ثالث بالرسم هون رسميننا القصة أرقم مراحل حياة الضفدع كما وردت في القصة يعني مين أول مرحلة حكا لنا إياها بالقصة أحسنتم كان أول مرحلة هي كان بيض وضع البيض حكا أمي أو والدي وضعت بيض كتير بالماء وكنت أنا وإخوتي داخل البيض طيب بس فقص البيض حكينا طلع حيوان لا يشبه والديه وإلو ذيل هايو ملهوش لا إيدين ولا إجرين ما إلو أطراف ما إلو رجلين إذن سمينا أبو ذنيبة يا ثالث إذن أول مرحلة كانت فقص البيض المرحلة الثانية مين خروج أبو ذنيبة بعدين حكا بس كمان بس كبرتي شوي بلش يطلع لي أطراف إجرين هايو ظهور الأطراف هايو المرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة كبرة كبر هادو الضفدع وصار إلو أطراف وصار ضفدع كبير أربعة هايو المرحلة الرابعة إذن أول مرحلة ثالثة ثالثة هي وضع البيض في الماء هاي البيض وضعه في الماء الثانية فقص البيض وخروج أبو ذنيبة هاد بنسميه ثالثة اللي إلو ذيل اسمه أبو ذنيبة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة ظهور الأطراف هذول المراحل لدك تحفظهم زي اسمك المرحلة الرابعة نتحول إلى ضفدع كبير الآن في مجموعة من الأسئلة أين يضع الضفدع بيضه يا ثالث أحسنتم في الماء البيض هاي شفناه هون وين موجود يا ثالث في الماء إذن يضع البيض في الماء ماذا يسمى الكائن الذي ينتج من فقص البيض لما يفقص البيض شو اسم هاد الكائن يا ثالث يلا اسمع صوت عالي أبو ذنيبة أحسنتم أبو ذنيبة طيب فيما يختلف عن والديه فيما يختلف له ذيل وليس لديه أطراف صحية ثالث إلو ذيل وما إلو أطراف إذن هيك بختلف عن والديه فيما نيجي على السؤال الرابع فيما يختلف شكل الكائن الحي في المرحلة الثالثة عنه في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة في المرحلة الثالثة يختلف بظهور الأطراف ظهور الأطراف هيها بالمرحلة الثانية يعني أبو ذنيبة ما إلو أطراف ما إلو رجلين المرحلة الثالثة إلو إذن بكتب ظهور الأطراف في المرحلة الثالثة الثالثة الآن في أي مرحلة يشبه الكائن الحي والديه؟ أحسنتم المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة شو كان اسمها؟ الضفدع الكبير بكتب بين قوسين الضفدع الكبير هاي درسنا يا ثالث في أسهل من هيك؟ بدك تحفظ مراحل أو دورة حياة الضفدع بنحكي وضع البيض في الماء اثنين فقس البيض طلع عندي أبو ذنيبة هاي أبو ذنيبة ما بشبه والدي بالمرة ليس إلو ذيل وما إلو أطراف نيجي على المرحلة الثالثة طلع له أطراف هاي هم بلشوا بس صغار بعدين كبر وصار ضفدع كبير الآن نيجي يا أمي على دورة حياة الضفدع في أربع مراحل هاي حفظ كمان المرحلة الأولى وضع البيض في الماء زي ما حكينا المرحلة الثانية فقس البيض وخروج أبو ذنيبة المرحلة الثالثة ظهور الأطراف المرحلة الرابعة التحول إلى ضفدع كبير حفظناهم يا ثالث الآن فيعنا سؤال أرسم المراحل الناقصة في دورة حياة الضفدع وأكتب اسم المرحلة أسفل كل منها هون هاي مرحلة أبو ذنيبة هون هاي المرحلة إيش؟ الضفدع الكبير طيب ناقص مرحلتين أحسنتم مرحلة إيش هاي؟ وضع البيض هاي وضع البيض هاي أول وضع البيض كانت أول مرحلة المرحلة الثانية مرحلة أبو ذنيبة هاي حطيت لك عليها اثنين شو اسمها هاي المرحلة؟ خروج أبو أو أبي ذنيبة طب المرحلة الثالثة لا ايها ثالث خربطت هاي مش خروج أبو ذنيبة هاي إلو أطراف آسف يا أمي هاي مرحلة إيش؟ هاي المرحلة الثالثة رح تكون إذن أنا بدي أرسم خروج أبو ذنيبة طبعا رسمتي ما رح تكون واضحة إنتوا رايحين توضحوها أكثر ترسم إلو ذيل هيك هاي عيون وهيك آه هاي المرحلة الثانية المفقودة خروج أبي ذنيبة إذن المرحلة الأولى وضع البيض مرحلة الثانية خروج أبو ذنيبة المرحلة الثالثة هاي ها ظهور الأطراف ظهور الأطراف يا ثالث آسف لأني ما ركزت ما ركزت ظهور الأطراف آخر مرحلة الضفدع الكبير الكبير إذن يا ثالث هاي المرحلة الرابعة إذن أول مرحلة وضع البيض المرحلة الثانية بدك ترسم خروج أبو ذنيبة المرحلة الثالثة ظهور الأطراف المرحلة الأخيرة الضفدع الكبير لنفكر معا ماذا يأكل الضفدع الحشرات يعيني عليكم الحشرات بتشوفوه يمد لسانه الطويل وبصطاد الحشرات على التلفزيون يا ثالث وهيك يا ثالث خلص درسنا يا ريت نحفظ ونجاوب على الأسئلة اللي شرحتهم المس وهيك خلصنا درس البرمائيات يعطيكم ألف عافية يا ثالث وضروري يا أمي تحفظ دورة حياة الضفدع وتحفظ خصائص البرمائيات يعطيكم ألف عافية طبعا التلخيص حكينا موجود على الدوسية تكتب اليوم والتاريخ على الدوسية البرمائيات هي حيوانات تقضي حياتها بين اليابسة والماء مثل ما حكينا خصائصها لها جلد رطب تتكاثر بالبيض لها أربع أطراف الطرفان الخلفيان أطول من الطرفين الأماميان من أمثلتها حكينا الضفدع دورة حياته بدك تحفظهم وضع البيض في الماء فقص البيض وخروج أبو ذنيبة طبعا هو حيوان لا يشبه والدي لأنه إله ذيل ظهور الأطراف وآخر وحدة التحول إلى ضفدع كبير درس جميل جدا يا ثالث يا ريت نحفظ ونحل الأسئلة ونصورهم ونبعثهم للمس ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر